أعلنت السلطات الأمريكية والمكسيكية أنها اكتشفت نفقاً جديداً متطوراً تحت حدودها المشتركة يهدف إلى تهريب المخدرات بين البلدين النفق المجهز بنظام كهربائي وقنوات تهوئة واسكك أغلق مساء الأربعاء بعد اكتشافه قرب الحدود بين ساندييغو وتخوانا وأوقف ثلاثة أشخاص فيما ضبطت السلطات أكثر من ثمانية أطنان من المارجوانا وحوالى 150 كيلوغراماً من الكوكايين وقالت الوكالة الأمريكية للهجرة والجمارك إنها المرة الأولى التي تضبط فيها كمية من الكوكايين في أنفاق كهذه وقالت القوى الأمنية الأمريكية من جهتها إن النفق يمتد على أكثر من 500 متر فيما ارتفاعه متر وعشرون سنتمتراً وعرضه تسعون سنتمتراً ويبدو أن معماريين ومهندسين صمموه نظراً إلى طابعه المتطور وقد أودت أعمال العنف المرتبطة بالمخدرات بحياة 70 ألف شخص في المكسيك منذ العام 2006 عندما نشر الجيش لمحاربة كارتلات المخدرات ترجمة نانسي قنقر